السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي وحبابي مرحبا بكم من الرسل أخرى مع فيصل المدن في قناة فيصل المدني قبل أن نضع الموضوع كثم العذا ترحبوا بالناس الجدد وكذلك تشكرون الناس للمشاكل معنا في القناة لكعونونا بالبرتاج واعتمونا اللايك ديالهم شكرا جزيلا من القلب الخالص وكذلك نقول للناس يتشاهدونه أول مرة أن يشتركوا ويتفاعلوا معنا في القناة تقوموا على جهر بشكل جديد وكذلك اعتمونا اللايك ديالهم إلي أعجبهم الموضوع بطبيعة الحل فلما لا؟ سأبدأ المشاهدات كبيرة ان شاء الله وتزاد عدد المشاهدين وذلك خيرا وليس أمرا أرغوط ونبدأوا الموضوع ديالنا يا أحبابي ونحن نضع جدا وهو إلغاء عملية مرحبة جاء على لسان وزير الخارجية ناصر بوريطة الخدسة وذلك بتاريخ 22 ستة 2020 ونحن لكم على الفيديو هذا الوزير الخارجية ناصر بوريطة لتشاهده ونرى القرار الذي يجلبه يوم 22 شهر الساعة الخدسة تابعونا على الفيديو ونواصل الحوار شكرا جزيلا طبيعي اليوم أن عملية مرحبة كما تعرفوها كما هي عرض كل في كل صيف ما كيناش ما كيناش لأن ما حدرناش في أبريل لأن الدول الأوروبية ما زال ما في ذلك الوقت ما ستتتش الحدود ما بقى ستت الحدود إذن عملية مرحبة بالبرمجة للعرض حضير للعرض يعني أن تتحصل حصل أنها مكينة تعالوا أخصي الوزير لتين هي عودة المغاربة نعم لا هنا تفاهم ما عندناش مشكلة كان ضوابت باش تتحكم من الجلسة إلا أنت الوزير استيتنا أنا خانا نخليه ولكمل شو أحد أخر ما يقول لي يعطينا الوقت الزيت تعافقين تفضلها استيد الوزير شكرا إذن الميزة ما بين مرحبة اللي هي واحدة العملية معروفة واحدة تقاليد عندها واحدة تحضير تقيل يعني إلا ما بديتها شو أبريب ما يمكنك شو بدا فيه وكان جوا إحنا فتناها تحضيرات وبالتالي من البادي هي أنه مرحبة ما كينهاش بشكل يلع المغربي أنه يعود إلى المغرب خارج عملية مرحبة هذي أمر طبيعي مرتابة بربعات الأمور مرتابة أولا بفتح الحدود الدولية للمغرب البرية والجوية مرتابة تانيا بأن الدول المرور اللي غيكون فيها اللي هي إيطاليا إسبانيا وهذا بأنها تاخد تدابير اللي كتضمن هاد المرور مرتابة تالتان بالوضعية الوبائية الدولية وشفنا اليوم اللي هو يوليس كصدر على واحد العودة دي الفيروس والوطنية كذلك ومرتابة أخيرا بالبروتوكول الصحي اللي عديد المغرب لكل عائد إلى المغرب إلا كان اليوم المغرب عنده بروتوكول واضح اللي كي يجي يخصو يدير حجر صحي سعيان على الأقل ويدير دو تست بسعير إلا كان هاد البروتوكول فهيكون عنده تأثير على العودة إذا العملية كل هاد العودة فتكون مرتبطة بهذا الربعات لأعتبارات وبتطور دي هاد العتبارات هاتي ما جاوبكش على وحد سؤال على شنو بارت الوزارة بهذا السطر عادي كناك نعرفو على أن الجالية أو المهاجرين المغاربة القاطنين بدول أوروبية شغلهم الشاغل ألا وهو هل هناك عملية عبور إلى ديار الأم لكي يقضي بعض العطلة صفية مع العائلات كناك نعرفو مع جائحة كورونا الحياة لم تبقى عادية ما بين عائشية وضوحها القرار سيخرج اليوم وغدا سيخرج قرار أخر لم يكن هذا المنبر أخفي صلة يقول لكم للضرورة أحكام خاصة نتقسم معكم هذا الخبر مع العلم أن بعض القناوات روما تقسموا هذا الخبر ولكن قلت نخلي تللي سيجن دي نتقسم معكم لكي لا نعرفوه ربما اليوم يخرجون بشي قرار أخر وتبدل الأوضاع أخوتي يا أحبابي عمليات عبور مضيق جبل طارق المعروفة بعمليات مرحبة لن تكون هذا العام يعني يقول يا أخوة يا فصل لماذا تلغز ماذا تقول الوزير الخارجية وكتب عليكم كتاب على أن القنصرية أو رؤساء القنصريات ليس لهم مدخل في هذا الشأن يعني الذي عنده تدخل الأول والأخير ألا وهو وزير الخارجية اسم له ناصر بوريتا الخوت وكتب عليكم احتمو القرارات وزارعنا ورؤساء الحكومة ورؤساء الخوت لم تتعد قرار إلا السلامة لجميع الخوت لن تصل على ترسل وكتب علينا وكتب عليكم عندي التحضير منذ شهر 4 يعني شهر أبريل والتنصيق مع مختلف الجهات الخوت هل تقول أخوة يا فصل ماذا يعني هذا أخوتي يا أحبابي وزير الخارجية قال سانديانو اعتبارها عرفا ينظم كل الصيف يهيئ له في شهر أبريل الخط يعني إذا لم يتم التحضير لها في وقتها لا يمكن أن يتم تنظيمها في 15 يونيو الخط يعني هذه المسائل هذه كاملة إذا لم يكن تحضير لها في عملية المرحبة كانوا يوجدون لها في عملية المرحبة يعني إذا كانت تحضير لها في الطاقم الأمني ولا الصح يعني تجعل التحضير لكي تحضير لها تحضير من الخزيلات إلى الدير المغربية يجب أن تحضير لها في عقل مع الأزمة الكورونا كانت كل شيء مزدود ويجب أن يتم تحضيرها وكانت تصرع لها في حالة تحضيره ولكن لها لم يكن لها في وقتها و تم إلغاء هذه العملية المرحبة ليس يعني تسداد الحدود لا، الأعمالية المرحبة لا تستمر كما تعرفون أننا كثيرا من الفرنسا، بلجيكا، هولندا، ومعنا نفسهم لا يتم إلغاء العبور بها هذه النقطة الخط هذه العملية تلغت على وزير الخارجي الخط أخوتي أحبابي بالنسبة لعودة الجارية مرتبطة بأربع اعتبارات قالها الوزير البارحة أول لعديل الاعتبارات هو فتح الحدود البرية والجوية والبحرية مع جميع دول العالم هذا الاعتبار الأول الثاني أخوتي المرتبط بالمرور بإسبانيا وإيطاليا أتقول أخوتي فيصل ماذا يعني هذا؟ اخوتي أخوتي 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 قناعي حينما تعرفون أن الكورونا في ملجيا والوحلندا والإيطاليا ومدعونهم يزمنون ايطاليا والإسبانيا ولكن لو تساهمت الدول أو يمكنهم ذلك يجب ان يكون ذلك يعني الوزير الأخضر للعبور الليهم ويصدرواها إلى الخزيرين الذين يسرروا بأربعها ويواجدونهم هذا الاعتبار الثاني لأعتبار التركس الخطأ وهو مرتبط بالوضعية الوبائية الدولية والوطنية وما تتعلم الوباء وما تتعلم الفيروس لا تتعلم حالة الوضعية لحسب الحالات حالة الإسبانيا ، أوروبا ، أمريكا ، المغرب كنا نرى أنه ظهور بعض البؤر في المناطق المغربية وإسبانيا نرى ظهور بعض البؤر فهذا حاجر الناس يأخذون الأمر بصرامة أو جدية لأننا كنا نعرف أن القسيصة البلاد لا تمد على السياحة وما نرى ما هي القسيصة البلاد ولكن الناس لا يستطيع الاستيادات اللازمة لتعيش مع الأمر ومع الوباء ونرى ظهور بعض البؤر في بعض المناطق الإسبانية وكذلك المغربية والشط الرابع والأخير مرتبط بالبروتوكول الخوط الصحي الذي يلزم الخضوع إلى الحجر الصحي ستكون أخي فاسم ماذا يعني هذا؟ كنا كنا نعرف الخوطي عند وصلت إلى المغرب يجب أن تقوم بتعيام حجر الصحي وعندما تقوم بتعيام حجر الصحي وعندما تقوم بتعيام حجر الصحي في الحدود يجب أن تقوم بتحليلتين PSR لا يمكن أن ترى كيفية فيروس كورونا أو لا يمكن وتلتازم بالحجر الصحي وعندما تقوم بتعيام حجر الصحي هذا هو الذي يجب أن تقوم بتعيام حجر الصحي لأنها لا تنزل إلى بلاد الخوط نقول لك حقيقة كنا نعرف أن الناس كسر 15 يوم 20 يوم أو شهر ربما يبدأ أن يستمانع المساء الإيدالية ويجب أن يكون تقوم بتعيام حجر الصحي يعني 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 يقوم بتعيام حجر الصحي لا تنزل إلى تحكم فيها ويجب أن تكون حاجر الصحي ويجب أن تقوم بتعيام حجر الصحي أكبر أو جسد أيضا أن تكون الناس لتعيام حجر الصحي ويجب أن تكون قرارات أخرى التي تكون حاسمة وصارمة وتكون خير للجميع إن شاء الله المغربية خاصة والجالية العربية عامة يفهموا هذه المسائل هذه وربما رجلكم جميع التفاصيل الخطس دائما وابدا معكم فيصل المدن كيف مما العلاق نجيو على اختتم الفيديو وتنقلوا الناس اللي شاهدون اول مرة شراءكم على الفلقناة اعطونا اللايك ديالكم اضعوا لجرس بسيطة جديد اخوكم المدن فيصل وحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة